بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله ربنا يكرمنا الفيديو بتاع النهاردة يقدم لحضراتكم اضافة الفيديو بتاع النهاردة بيتكلم عن هوى كريمسون كوين اللي هوى الملكة هوى زهرت الشامع من نوع كريمسون كوين ده نوع من جنس هوى كرنوزا مميز جدا النبات ده في تنوع في الاوراق بتاعته في الالوان بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين معنا عندنا اللون الابيض الكريمي واللون الوردي واللون الاخضر بيتدخلوا بطريقة عجيبة بتدي منظر رائع وجميل نبات مناسب جدا لاستخدام المنزلي يعني اي حد مبتدئ اي حد لسه بادئ تربية نباتات ما عندوش مشكلة خلاص ان هو يقتن النبات ده سهل جدا العناية به على رغم المتنوع اوراق وجمله ده بس نبات سهل رعاية زي ما حضراتكم شايفين كده الاوراق الجديدة ممكن نلاقيها ان هي باللون الابيض الخالص وفي اوراق عندنا بنلاقيها متلونة بلونين زي ما بنقول كده مثلا الابيض الكريمي واللون الاخضر وفي اوراق بنلاقيها مقسومة بالنص والدرجات دي بتتغير من وقت للتاني في الورقة الورقة زي ما حضراتكم شايفين جده مثلا طولها حوالي مثلا من خمسة لسبعة ونصف سنتي والعرض بيوصل لحوالي خمسة سنتي الكريمسون كوين بيلاقي ان اللون الابيض بيتركز في حواف الورقة واللون الاخضر في قلب الورقة ده الفرق بينها وبين الاميرة او الكريمسون برينسيس ان هي بتبقى اللون الابيض في الداخل واللون الاخضر هو اللي في الخارج مع نفس درجات الالوان تقريبا موجودة في النباتين وهي هي بس بنقول الفرق في توزيع الالوان عندنا هيات ما شاء الله قمر ظاهر جديد اه نعم الكاميرا مش قادرة تشوفه لكن اه يعني هنقول لحضراتكم مع الخبرة وكده حضراتكم ان شاء الله يعني ربنا يكرمكم وهتعرفوا تميزوا ما بين الكامير الزهري والبرعم اللي هو الخاص بالنمو بمجرد ما تشوفوه حتى ولو كان صغير اللي هو سهلة رعاية زي ما نقول لحضراتكم موطنها الاساسي منطقة شارق اسيا واستراليا اه عايزين مثلا لو احنا حابين ان احنا نقوم باكسار نبات الهوية مفيش مشكلة خالص الا النبات ده ليه جذور هوائية يعني بيمتص رطوبة من الجو اه هنقوم مثلا اه فارع زي ده عايزين نقطع منه عقلة مثلا اه هو النبات عامة بينمو ونبات متسلق بيتصلك بالالتفاف يعني وما بيش مش زي العنب مثلا بيطلع على حاجة بيتصلك بيها لا ده هو بيتصلك بالالتفاف اه بيوصل طول النبات لحوالي مثلا اتنين متر يعني النبات الكبير ده عندنا حوالي ممكن اتنين متر او ممكن اكتر اه بنيجي مثلا لما نحب نعمل عقلة من النبات اه هناخد الجوز ايه ده مثلا اللي احنا محددين لحضراتكو ده مجموعة الاوراق ديه اه ممكن يكون ورقتين بس كفاية وهنقطع الجوز الاسفل من نوم لحد الورقتين اللي قابلهم و اه بطريقة سهلة جدا جدا طربة خفيفة من البطموس مثلا والبرولايت و هنغرس فيها زي ده كده و هنروي اول مرة نغمره بالمية وبعد كده نتابع الرأي بتاعها في طريقة كمان سهلة جدا ان احنا العقلة اللي قطعناها ديه نحطها في المية وبس على كده ونسيبها هنبوصل ايها طلعت جزور و نمت بالطريقة اللي حضراتكو شايفينها ديه كده وبكل سهولة النبات بيتحمل جدا يا جماعة محدش يقلق منه بسم الله ما شاء الله عليه يعني يعني الجمال ده كله و نبات متحمل جدا 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 و بيانم ان شاء الله في كل الظروف بقلنا ان احنا نقول مثلا ان النبات ده بيحتاج اضاءة عالية لكن ما تكونش مباشرة عشان ما تحرقوش يعني مثلا لو هو في مكان في شمس يبقى ورسطارة مثلا شفافة او نعرض للضوء في فترة الصباح الباكر او مثلا الساعات قبل الحر الشديد و ساعات العصرية ما نحطهوش في المنطقة الجنوبية في البلاد اللي فيها حر شديد نشكركم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته